السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بالطلاب الصف الثاني ابتدائي أرحب بكم أنا المعلمة إناس مطيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية اليوم بإذن الله نستكمل درسنا السابق في مادة العلوم قبل أن نبدأ درسي نستذكر سوياً قوانين التعلم عن بعد التعلم عن بعد لا يقل أهمية عن التعلم الحضوري فكن حريصاً عليك الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق الجلسة الصحيحة مهمة لتجنب ألام الرقبة والكتفين والظهر قم بتجهيز الدفاتر والأقلام لتدوين الملاحظات مع المعلمة تعرفنا في الدرس السابق على الفصول الأربعة اليوم بإذن الله نستكمل درس الفصول الأربعة أهدف في هذا الدرس أن يتعرف طلابي على الفصول الأربعة الأهداف التعليمية للدرس أن يعدد الطالب والطالبة الفصول الأربعة أن يذكر الطالب والطالبة مظاهر كل فصل من فصول السنة أن يميز الطالب والطالبة بين ملابس فصل الصيف وملابس فصل الشتاء أن يذكر الطالب والطالبة أن طبيعة الأرض تتغير حسب تغير فصول السنة أن يذكر الطالب والطالبة أن الليل والنهار تتغير أطوالهم حسب تغير فصول السنة باستخدام استراتيجيات العصف الذهني أساعد صديقي عمر في تذكر الفصول الأربعة ما هي الفصول الأربعة يا طلاب الصف الثاني؟ سبق أن تعرفنا عليها الفصل الأول هو فصل أحسنتم فصل الصيف لماذا عرفنا أنه فصل الصيف؟ لأن الشمس ساطعة والجو حار إذن نعرف فصل الصيف من بزوغ الشمس أو ارتفاع درجة حرارتها وسطوعها الفصل الأول من فصول السنة هو فصل الصيف بعدان ينتهي فصل الصيف تتساقط أوراق الشجاب بسبب الرياح نحن في فصل أحسنتم نحن في فصل الخريف الفصل الثاني هو فصل الخريف ينتهي فصل الخريف ترتفع درجة تنخفض درجة الحرارة فتزداد برودة الجو نحن في فصل الشتاء أحسنتم نحن في فصل الشتاء ثم تعتدل درجة الحرارة وتصبح السماء مليئة بالغيوم إننا في فصل الربيع رابع فصول السنة ما هي الفصول الأربعة؟ الفصول الأربعة هي الصيف الشتاء الصيف الخريف الشتاء الربيع أحسنتم باستخدام استراتيجية من أنا نتعرف على فصول السنة باستخدام استراتيجية من أنا نتعرف على كل فصل من الفصول الأربعة الشمس ساطعة درجة الحرارة مرتفعة درجة الحرارة مرتفعة درجة الحرارة باللون الأحمر إذن الطقس حار شديد الحرارة نحتاج نشعر بالحر نرتدي الملابس الخفيفة ونحتاج إلى المشروبات الباردة يذهب الناس للتنزه على شواطئ البحر وفي الحدائق نحن في أي فصل يا طلاب الصف الثاني في أي فصل ما هو الفصل الذي ترتفع في درجة الحرارة أحسنتم نحن في فصل الصيف ممتازين فصل الصيف درجة الحرارة مرتفعة الشمس ساطعة نشعر بالحر الشديد نحتاج إلى أن نتناول المشروبات الباردة والمثلجات نرتدي الملابس الخفيفة نذهب إلى التنزه على شواطئ البحر وفي الحدائق فصل الصيف فصل الصيف نحتاج فيه أن نرتدي الملابس الخفيفة ملابس قصيرة الأكمام لماذا؟ لأن درجة الحرارة مرتفعة درجة الحرارة مرتفعة والجو حار الفصل الثاني نتعرف عليه الآن تكثر الرياح والهواء تتساقط أوراق الشجر بعد أن تجف يصبح لونها برتقالي أو أصبر نحن في أي فصل أحسنتم نحن في فصل الخريف نحن في فصل الخريف ثاني فصول السنة تكثر فيه الرياح والهواء تجف أوراق الشجر فتتساقط ويصبح لونها أصبر أو بني أو برتقالي نحن في فصل الخريف ممتازين الفصل الثالث تنخفض درجة الحرارة انظروا انخفضت درجة الحرارة نشعر بالبرد نرتدي الملابس الثقيلة نحتاج إلى وسائل التدفئة أيضا نحتاج إلى شرب المشروبات الساخنة نحن في فصل الشتاء إذن درجة الحرارة منخفضة الطقس بارد نشعر بالبرد نرتدي الملابس الثقيلة ونحتاج إلى وسائل التدفئة وشرب المشروبات الدافئة في هذا الفصل تكون ساعات الليل أطول من ساعات النهار نقضي أكثر الوقت في الليل إنه فصل الشتاء أحسنتم طلاب الصف الثاني نحن في فصل الشتاء في فصل الشتاء أحتاج إلى أن أرتدي الملابس الثقيلة أكمامها طويلة انظروا ملابس فصل الشتاء ثقيلة لماذا؟ لأن درجة الحرارة منخفضة ونحن نشعر بالبرد رابع فصول السنة درجة الحرارة معتدلة ليست شديدة الحرارة ولا شديدة البرودة درجة الحرارة معتدلة نرى الفراشات والورود وتكثر الغيوم في السماء نحن في أجمل فصول السنة وهو فصل الربيع نحن في رابع فصول السنة فصل الربيع بماذا؟ يتميز فصل الربيع يتميز فصل الربيع باعتدال درجة الحرارة تكثر الفراشات والزهور في هذا الفصل نرى السماء مليئة بالغيوم إنه رابع فصول السنة فصل الربيع استخدام استراتيجية النصف والنصف الآخر نربط مظاهر فصول السنة هنا عندي الصورة ترمز إلى أي فصل فصل الصيف أحسنتم وهنا ترمز هذه الصورة إلى فصل الشتاء عندي أمطار إنه يرمز إلى فصل الشتاء أحسنتم في الصورة الثانية نرى المثلجات متى نتناول المثلجات يا طلاب الصف الثاني أحسنتم نتناولها في فصل الصيف الفصل الذي ترتفع فيه درجة الحرارة الليل طويل نقضي معظم الساعات في الليل هذا هو وقت الشتاء أحسنتم فالليل في وقت الشتاء أطول من النهار وهنا النهار أطول من الليل نحن في فصل الصيف ممتازين عندي هنا في هذا التمرين فصل الصيف وفصل الشتاء مظاهر فصل الصيف في هذا التمرين هي المثلجات ووقت النهار أطول من الليل مظاهر الشتاء تساقط الأمطار والليل أطول من النهار أحسنتم ضاء علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية العبارة الأولى في فصل الربيع تتساقط أوراق الشجر بكثرة طلابي هل في فصل الربيع تتساقط أوراق الشجر إجابة خاطئة متى تتساقط أوراق الشجر أحسنتم في فصل الخريف تتساقط أوراق الشجر العبارة الثانية درجة الحرارة في فصل الربيع معتدلة نعم إجابة صحيحة في فصل الشتاء نرتدي الملابس الخفيفة فصل الشتاء هل نرتدي فيه الملابس الخفيفة؟ إجابة خاطئة نحن نرتدي في فصل الشتاء الملابس التقيلة العبارة الأخيرة النهار أطول من الليل في فصل الصيف نعم إجابة صحيحة فصل الشتاء هو أول الفصول الأربعة إجابة خاطئة فصل الصيف هو أول فصول الأربعة نرتب فصول الأربعة الفصول الأربعة هي ماذا نسمي هذا الفصل الذي نرى فيه أشعة الشمس والأطفال يلعبون على شاطئ البحار نعم هذا هو فصل الصيف أحسنتم عندي هواء ورياح وأوراق الشجر متساقطة نحن في فصل الخريف نعم إجابة صحيحة يتساقط المطر نرتدي الملابس الثقيلة نحن في فصل الشتاء نعم إجابة صحيحة ففصل الشتاء تنخفض في درجة الحرارة ونحتاج إلى ملابس ثقيلة كما ترون في الصورة هنا درجة الحرارة معتدلة السماء مليئة بالغيوم انظروا السماء مليئة بالغيوم الجو معتدل نرى الورود والفراشات نعم فصل الربيع مرة أخرى نرتب الفصول الأربعة الفصل الأول هو فصل الصيف ثم فصل الخريف وبعده الشتاء فالربيع فصل الصيف الخريف الشتاء الربيع الصيف رقم واحد الخريف رقم اثنان الشتاء رقم ثلاثة والربيع رقم أربعة في نهاية الدرس تدي بعض التوصيات لولي الأمر العمل على الإطلاع والمشاهدة على تكرار دروس مادة العلوم من خلال قنوات البث التلفزيوني عين مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والصبرة ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة الحصاص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصاص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفزة الأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمحفزات والمكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من الحصص الدراسية إلى المنزل من خلال أنشطة اليومية المنزلية وصلنا إلى نهاية درس الفصول الأربعة كانت معكم المعلمة إناسي طيري دمتم بحفظ الله